مرحبا مواليد برش الحمل اليوم بدي احكي عن الأسبوع الأبراج الأسبوعية من الثانين 24 شباط فبراير للأحد يلي بيكون واحد أدار مارس شوفي عنا بهيدا الأسبوع نحن طبعا بعدنا تحت تأثير الأمر الجديد ببرش الحوت يلي هو بالنسبة لك منزلة بطيئة تعطيك مجال لحتى تستكين وترجع لذيتك ولازم ترجع تسمع الأبراج الأسبوعية أو يوم الأحد إذا ما سمعتو بهيدا الأسبوع في عنا الأمر ببرجك هيدا مسألة كتير حلوية لأنه رح تعمل هيدا الأسبوع أو رح تعمل من هيدا الأسبوع أسبوع ناجح أسبوع متقدم بروغريسيف وأسبوع ريوردينج مثمر جدا كله على بعضه حلو ومن ميلي تاني في عنا كوكب الزهرة موجود ببرجك هيدا مسألة كتير 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 مهمة رح بتساعدك ورح تخدم مصالحك منبلش مع هيدا الأسبوع طبعا للتفاصيل اللي يزم تتابعوا الأبراج اليومية الثانيين والثالثة الأمر موجود ببرج الحوت هي فيها تكون أضعف فترة بهيدا الأسبوع لألك أضعف فترة لأنه الأمور هيدية الأمور رائعة الأمور راكدة والأمور لا تتحرك لا تتقدم مطلوب منك تكون هيدئ جدا رائع جدا أمورك ما تبشر فيها من المستحسن أنك تنطر وتتريث ما تاخد قرارات وأصلا أد ما جربته ما رح توصلوا إلى القرار المفيد ويمكن حتى تتأخروا أو تلاقوا حالكم مأخرين أصدا أو غير أصد بتكونوا منتبهين ثلاثة 25 شباط فبراير الأمر بيوصل لبرج كون الساعة 7 إلى 10 المساء توقيت جرينج يعني الساعة 9 إلى 10 توقيت بيروت المساء وأنا فلكيا بعتبر أنه عندئذ مع وصول الأمر لبرج كون تتغير الظروف 180 درجة وبتبلش الأمور تتحسن وبتبلش الأمور تصير أفضل وبيصير في عنكم نوع من انشراح طمأنيني وبتبلش الأبواب صدقوني تفتح بوشكن هلأ لحتى كتير تتغير الأمور ننطر لتوصل الشمس لبوشكن لكن لا بأس بذلك بدنا نطول بالنا إذن تركوا التنين والتلاتة رايئين هاديين مثل ما نقول الصباح رباح يوم الأربعة الأمور مختلفة كليا الأربعة أصلا من الصبح بتقوموا نشيطين ومحمسين الأربعة والخميس يعني 26 27 شباط فبراير صحيح الشمس ببرش الحود لكن انتوا قادرين انكن تحت تأثير الأمر ببرشكن بتكونوا فعالين بتكونوا نشيطين بتكونوا أسكية كتير دايما أسكية لكن مع وجود الأمر ببرشكن رح بتكونوا سريعي البديهة سريعي التصرف وما حدا بيقدر يسبقكن وبتكونوا من المنافسين الأقوياء جدا 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 يعني الأربعة والخميس أنا برأيي هني من أفضل أيام هيدا الأسبوع الجمعة 28 شباط فبراير الأمر بيضل ببرشكن حتى الساعة 7 ونص صباحا توقيت جرينتش يعني للتسعة ونص صباحا توقيت بيروت يوم الجمعة الأمر ببرشكن وهيدا شيء كتير منيح إذا بعد عنكن مسألة مهمة حابين انكن تشتغلوا فيها وبعد ما لحقتوها ما قدرتوا اشتغلتوا عليها الأربعة أو الخميس برجع بذكركم الأربعة والخميس اني يومين بيسمحوا لكم انكن تشيلوا وتحطوا وتقلبوا الدني فؤاني تحتيني على ذوقكم إذن بيوصل الأمر لبرش الثور وبدنا نقضي عطلة أسبوع طويلة مع الأمر ببرش الثور الجمعة السبت والأحد حتى التسعة وطلت المساة توقيت بيروت بالنسبة لكم هيدا مسألة جيدة بناسبكم وجود الأمر ببرش الثور بلكن تنتبهوا على أمور مالية انتوا بعطلة أسبوع بلكن تعملوا حساباتكم بلكن تنتبهوا طالعا بالكم تهتموا بأموركم الخاصة عال كتير منيح فقط مطلوب لكم تنتبهوا من نوع من مبادرات أو نوع من صفقات أو نوع من دعوة للسهر لتظهروا الغداء عشاء مصروف إضافة تنزلوا شوبينج في بعض الأمور يلي بتنطرح أو بيطرح حالة بتنطرح حالة عند موليد برش الحمل لكن أنا بعتبر أنه الأجواء جيدة وحلوة بهيدا الأسبوع انتبهوا إذن من الأمر الموجود ببرش الحوت لأنه هو يلي بيضاعف المسألة وما بيعود يعطيكم الجو ما بيعطيكم الدعم والحظ يلي هني التانين والتالتة كوكب الزهرة موجود ببرشكم الموليد الأكثر حظا وصدقوني الأكثر حظا بهذا الأسبوع كلكن محصوصين لكن شكل خاص 9 إلى 16 نيسان أبريل بدي أتمنى لكم أسبوع كتير حلو إلى اللقاء مع الأبراج الأسبوعية اليومية الشهرية وأيضا اليومية باللغة الإنسية ودعكن بي بي